لأنطلق غدا مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين يوقد المؤتمر وعلى مدار يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شهر يونيو الجهري تحت عنوان إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير ذلك بحضور لفيف من المسؤولين الحكوميين رفيع المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي وممثلي شركاء التنمية ومتعدد الأطراف فضلا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسؤول أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية هذا ومن المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة من بينها دعم الاقتصاد الكلي والاستثمار والطاقة المتجددة والهايدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات والتعاون في مجال تصنيع السيارات كما ستعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية على هامش المؤتمر لبحث فرص إقامة الشراكات الممكنة في المجالات المختلفة